السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في سنة اولى اخباركو عامليني معاكو ازملكو حسن جودة في الاراضع عضو في لجنة الكنسيولوجي نجاح بدون جشع معاكو بازن الله في المحاضرة رقم اتنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بمعلمتها انك امامة العليم الحكيم وتوب علينا انك امامة التواب الرحيم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على عبدك ونبيك محمد اذا بدء بس عايزين ننوها على نقطة مادة الكنسيولوجي مادة من ضمن المواد البيزيك ساينز مواد البيزيك ساينز ديت اللي انت هتدريستها في سنة اولة و سنة تانية المواد ديت مهمة جدا 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 ممكن انت مش مستشعر اهميتها حاليا عشان لسه ما شفتش التطبيق العملي بتاعها انما لما تخش الراوندات هتلاقي كله دكتور بقى اجراحة وعظامه وغرس وكلهم بيقول لك روح هتليتها تاربعة مواد راجئة لعليهم قبل ما تخش الترن تمام فانت لو بني اساس صح هتلاقي المراجعة سهلة وهتلاقي نفسك فاكر اصلا مش محتاج حاجة تمام وهتلاقي نفسك مجمع مع الدكتور في المحاضرة وهتلاقي نفسك مجمع في الساكاشن تمام وباذن الله باذن الله تفرق معك جدا في الشغل لما تتحرج المحاضرة بتاعينا بتتكلم عن سنتر اوف جرافتي السي او جي والسي او جي ديت حاجة مهمة جدا في مجالنا وانت هتستشعر اهميتها اصلا طوال المحاضرة وبنهاية الجزبية ديت هي عبارة عن قوة خارجية بتأثر عليها ديت القوة اللي عم كان قاية تحت الشجرة وقاية فرص طفاحة طب ايه اللي وقع الطفاحة ديت اه لا ده الارض بتجزب الحاجات عشان تنينها سبتين عليها فهي ديت بتشدنا لتحت تمام طب هي لو شدتنا لتحت نسبة تحت ييجي هنا اهمية ديت هو نقطة وهمية ديت النقطة ديت مزيتها ايه او اهميتها ايه ديت النقطة اللي عندها وزن الجسم بيبقى متوزع بالتساوي طب لو ما بيبقى وزن الجسم متوزع بالتساوي عندها ايه اللي هيحصل اليمين زي الشماء وقدام زي ورد فبالتالي محصية القوة اللي بتأثر على النقطة ديت بتساوي صفر فبالتالي هتسمح لي انها تحرك بحرية وحتحرك بحرية مش بس بحرية وباتزان حرقاتي تيبقى متزنة يبقى عندي في الحرقات بتاعتي تمام لها اسم تاني زي ما احنا لسا يلين ديت النقطة اللي عندها كل القوة بتساوي صفر او كل المومنتس بتساوي صفر هتقول لي ايه مومنتس احنا كان عندنا القوة احنا استنبين قسم القوة لمتجهات فكل المتجهات بتساوي صف اليمين زي الشمال وقدام زي ورق فبالتالي كل ده بيساوي صفر طب هي ايه اهمية زي ما احنا قلنا الاتزان انت وانت ماشي في السيكة بتبقى لازق في الارض طب ما يقول الجزبية بتشتدك التحت. طب انت بتبقى بماية ناحية اليمين ولا بماية ناحية لا انت بتبقى ماشي معتدل. اللي اللي بيخليك ماشي معتدل. اه الولا دي وهي مضبوطة عندك كان زمانك ماشي بماية او كان زمانك مش قادر تمشي اصلا او كان زمان عندك ديفورما تي وانت ماشي. فبالتالي ديت من ضمن الحاجات الاسئة في شغلنا ان احنا نرجع المكانها الطبيعي سواء بقى في في كل الوضايات اللي انت هتبقى واخدها. تمام? فاحنا عايزين نحدد ايه هي بقى ايه هو المكان بتاع المكان بتاع ده بيتحكم فيه عاملين اتنين او بتعتمد عليه بتعتمد على وبتعتمد على بتاعك. شكل جسمك. جسمك ده يا عم الماز بتاعته متوزع بالتساوي ولا متوزع بالتساوي. والبزشن بتاعك انت اخد انه وضعي انت قاعد ولا قايم ولا ماشي. ما هو بيختلف وانت قاعد غير وانت ماشي غير وانت رايح في غير وانت مسلا في تمام? فاول حاجة هنتكلم فيها اللي هو آآ فيه اجسام الماز هتبقى متوزعها بالتساوي. فدي اسمها لو الماز سيمتريكي دستريبيوتيد فالسي و جي بتبقى في النص زي ايه? عاف انت اللي هي بتاعت الكمبيوتر. حط الاستوانة ديت. تمام? هتلاقي الماز ديت من ضمن المساعة بتاعت الماز. حط سبعك في النص بالزبط. تمام? تحتها في النص في السنتر. هتلاقيها متزنة. مش هتلاقي وقعت مش هتلاقي وقعت. ايه اللي مش هتخليها تقع? ان محصية القوى اللي بتأثر عليها في اللحظة ديت. في المكان ده بتساوي صفر. ليه عام? علشان هي كل اليمين زي الشمال وقدام زي غور. كل القوى اللي بتأثر عليها بتساوي صفر. تمام? هي متزنة في الوضعية دي. ايه هو المحور اللي هتتزن عنده? السنتر. السي او جي بتاعها هو السنتر. وفيه امثلة جاية هتوضح في السلايد الجاية. اه لو بقى الجسم بتاعنا ده اه مش متساوي. يعني الماس بتاعته مش متوزع بالتساوي. زي مين? زي اي ليمب. اي طرف من اطراف جسمك. حد كده مسلا لو اللي رجل واحدة كده. شوف الليج. وشوف الصاي. شوف الليج. هتلاقي الليج بتاعتك. رفقية. وهتلاقي كتلة بتاعتها صغيرة. شوف الصاي. هتلاقي الصاي تخينة. وهتلاقي الكتلة بتاعتها تخينة. تمام? فانت دلوقتي لو كان في النص. هتلاقي انت زيت نفسك جسمك حيميل ناحية الجزء مين? ناحية الجزء التقيل. فالسي او جي الواحده بيجي ناحية الجزء التقيل. عشان اي? عشان نوصل لحالة التوازن. تمام? ففي لما الماس بقى بتتحرك في اتجاه اللارجة والهاية. وركز او في النقطة دي. نقطة وحتفدنا طول المحاضرة. هنلقينا كل شوية بنرجع للقاعدة دي. تمام? اول حاجة المكعب اللي قدامنا ده هوت. المكعب ده مثال من امسات لما تبقى الماس ايكوالي دستربيوتيد. الماس ايكوالي دستربيوتيد او تمام? فبالتالي حاجة ما كانوا فين? حاجة ما كانوا في السنتر في النص بالزبط. عشان اليمين زي الشمال وقدام زي وراء فكل محاصلة القوة اللي بتقصر علينا بتسوي صفر. فبالتالي حابقى متزن في النص بالزبط. طب انا لقوا بقى لو بقى الجسم اللي موجود عندي او الجسم اللي موجود عندي اه الكتلة اه او بتاعه كبير اه في ناحية غير ناحية. مش اه يبقى هو زي الاشكال اللي قدامك ديها. هتلاقي بيتجه بيتجه ناحية مين? بيتجه ناحية الجزء. ليه? عشان يحافظ على الاتزام بتاعي. احنا قلنا بتاعتمد على حاجتين. قلنا اول حاجة بشكل الجسم بتاعك. تاني حاجة بالوضايا اللي انت اخدها. لو انت واقف متزن هتلاقي في وضعية معينة. لو انت غيرت جسمك ورفت او هتلاقي اتحرك معك في وضعية معينة. تمام? ده كله هنتطرق اليه في الصليدات القادمة. تمام? يبقى الطب انا نورما بقى انا واحد نورما القضلة. تمام? السيوجي حاببه موجود فين? قالك يا عام لو انت نورما القضلة السيوجي حاببه موجود انتيريور تو ايه هي ساكند ساكند فرتبرا ديهاد? كان مكون من ايه? كان مكون من سيرفيكال سرفيكال وصراسك ولامبر وساكرل واخيرا الكوكسك. تمام? دي قطة بتاعة الجسم وانت واقف هتلاقي المحصولة تقوى بتساوي صفر. تمام? فانت هتبقى متزن. مش هتلاقي نفسك من الناحية المين ولا من الناحية تجتمع عشان محصولة تقوى بتبقى بتساوي كم? بتبقى بتساوي صفر. لو حصل بقى اي اختلال اي اختلال ادى ان جسمك يميل 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 الشمال السوجي هيتغير مع المكان. وانت وزلتك عليك طبيعا ان انت تترجع وتاني طب انا ابقى دلوقتي لو لما تولد. هيبقى موجود قدام اي 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 ستتة ولا هيتغير فيا اخ إماكن مختلفة؟. ما ش manifiel. او لما تولد او لما تولد اي او لما تولدب بيبقى موجود في ايه تمام بعد ستة شهر من ولادة بيبقى موجود عندي تي ستة طب عدة سنتين هيبقى فوق. هيبقى موجود عند بتاع الامبالايكس بالضبط. طب عدة خمس سنين هيين تحت الامبالايكس. طب او لما وصل طبقية ادلت حيبقى عند من هي اس اتنين? اس اتنين ديت. من هي تي ستة ديت? تي ستة ديت. رقم ستة. تمام? طب ما سألتش نفسك ليه كده? اه اللي مخليه وانا صغير موجود فوق. كل ما بجبر بينزل لتحت. تمام? فاكر القاعدة اللي انا قلت لك هنحتاجها قدام هي دي. انا هنا صغير. الطفل لما انت بتبقى بتشوفه. بتشوف الجزء اللي هو القبر اه القبر لمب والترانك. اه الكتلة بتاعته نفس اللور لمب. ولا القبر لمبو حتلاقيه كبير. واللور لمب لسه ما تطورش بدليل ان هو مش قادر يمشي اصلا. فالقبر ترانك والهيد حتلاقون كبار. فهتلاقي فده بتاعها اكبر. فسنطر اوف جافة احنا هنا بيروح فين في بيروح فين لما يبقى عندنا بيروح ناحية الجزء الهيفير. فاحنا دلوقتي الجزء الهيفير هو 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 اه فبالتالي سي و جي حيتبعه. هيطلع الفوق. يبقى اه في نيو بورد انا لسه مولود. السي و جي بتاعه هيبقى فين? هيبقى فوق. تمام? طب انا كبيرت شوية. انا كبيرت شوية اللور لمب حيبدأ يتطور معي. فالكوتل بتاعه هتبدأ تزيد. فلما كوتل بتاع تزيد. تمام? حلاص بقى. هبدأ انزل تحت شوية. ليه? ايه اللي هتخليني انزل تحت? انا كنت طلعت فوق قوي. علشان اللور لمب لمكانش خلاص يعني بيشارك معنا بنسبة ضئيلة. طب كلما اللور لمب بيزيد بتاع الماس بيختلف. تمام? بتبدأ اللور لمب بتشارك معنا في دي. فالسي و جي بتبدأ تنزل تحت. نزلت عند الليف بتاعه سراسك فرتبري رقم ستة. طب انا عدى سنتين. ده ساعتين ده بدأ تمشي. فبالتالي اللور لمب العضوات بتاعتها بدأت تقوى. اه بدأ العظم بتاعه يقوى. فالماس بتاعتها كبرت. فبالتالي السي و جي بدأ ينزل عندها شوية. تمام? وصلنا الليف بتاع الامبلايكس. يبقى عدى خمس سنين. لأ ده نكبرت بقى وخلاص بقى بدأ يبقى فيه شبه. شبه تقارب في الويت ما بين الابر واللور. فحان نزلناها تحت الامبلايكس. خلاص بقى انا بقيت ادلت. تمام? طول حيات بقى. طول ما انا ادلت. موجود فين? موجود انتيرو تو. ساكن. ساكن. وده لسه تحليلوه هيجي قدام برضك. تمام? دي هاتصورة بتوضح اللي احنا استئلينه. يبقى انا انت لسه مولود ده الخطة هوت. تمام? اه احنا قلنا انت لسه مولود اه بتبقى اه اه بتبقى موجود خلاص يا عم انت دلوقتي وصلت لسنتين. اه بعد ست شهور من انت وصلت الليفل بتاع تي ستة. بعد سنتين احنا وصلنا الليفل بتاع الامبلايكس. بعد خمس سنين احنا خلاص يا عم احنا كانت نزلنا تحت الامبلايكس كمان. اه هي بقى اللي هتأثر على بتاع السي او جي. اول حاجة احنا استئلين احنا مش كنا صغيرين كان فوق خالص وكل ما بنجبر بينزل تحت خلاص تمام? قال لك يا عم? قال لك طب هو ليه اصلا بيتغير بتغير السن علشان بتاع الكتلة بتاع الجسمك بتختلف وانت صغير الكتلة بتاع الجسمك بتبقى مركزة فين? فوق في في الابر في الابر فبالتالي السي او جي بيتبحها بيبقى فوق. كل ما بتجبر في في السن كل لما البادي ماس بيبدأ يختلف التوزيع بتاعه. بيبدأ يشارك معناه يبدأ كتلته تزيد. فبالتالي السي او جي بيبدأ ينزل تحت ينزل تحت ينزل تحت ينزل تحت الحد ما اوصل لبقى ادلت يوصل الليفل بتاع مين? استعادة نقطة تمام. اه ده اللي احنا لسه يلينه قال لك كل ما بنجبر في السن هو بينزل تحت احنا كنا بدقين الابدقين كل ما بنجبر في السن ينزل تحت. فوق الامبلايكس بعد كده نزلنا الليفل بتاع تي ست بعد كده نزلنا الليفل بتاع الامبلايكس بعد كده نزلنا الليفل تحت الامبلايكس بعد كده نزلنا واستقارينا لما بقيت ادلت عند الليفل بتاع مين? اس اتنين. تمام? قال لك يا عامة في النيو بورن اللي بيخلي اللي بيخلي السي او جي طالع لفوق اللي بيخليه فوق اه الامبلايكس اصلا اللي بيخليه طالع لفوق. عشان النفس اللي سائلينه. بتاع البادي بيبقى زيان فبالتالي بيبقى آآ 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 ده اللي احنا لسا شرحينه في السلايدين اللي فاته. آآ كل ما بقى ما بنقبر في السنة تمام الماس بيحصل لها تاني تاني. ويبقى لوار. لما اوصل للأدلت بيبقى بتاع اتنين. ده كان اول حاجة بتأثر معنا. طب ايه تاني حاجة هتأثر معنا في بتاع السيو جي? آآ زي ما انت قلت كده. انت راجل ولا ست? طب ايه راجل ولا ست هتفرق في ايه? يعني فكر معايا لقيع كده. انا راجل او انا ست. طب ايه يعني? ايه هتفرق ازاي? بص يا سيدي. اه انت مش راجل? راجل بتبقى كتلته العضلية متمركزة فين? متمركزة في منطقة الصدر كده. حتى بنقول عليه ايه? عريض المنكبين. فهتلاقي الكتلة العضلية بقى البنجات والكلام ده كله لما تنزل الجيم وكده. هتلاقي انت صدرك من فوق البكتوريليزميجور والبايسيبس والترايسيبس والترابيزيس وكل العضلات ديت. اه الكتلة العضلية بتاعتها كبيرة. فبالتالي انت هتبقى ايه? الماس دلوقت كبيرة فين? في القبر. فحتلاقي السيو جي يتباحها. هيروح فين? هيروح اه فوق. هاير. انما في الفيميل هتيجي تدرس معانا ان في تيرم الجاينة مثلا اللي هو النسا. هيقول لك عم الفيميل بتاعها. بتاع الفيميل بيبقى اه اعرض وبيبقى وبيقى مكانه اه تحت اه بيبقى دان الميل. تمام? زي ما احنا قلنا. بتاع الميل بيبقى هير. ليه عمي بيبقى هير? عشان بتاع بيبقى دان لور بوشن. ليه عمي بيبقى هير? عشان العضلات بتاعت الراجل. انما طب الست ايه اللي بيخلي الفيميل. اللي بيخلي الفيميل بتاعها اللي بيخليه عشان بتاعه فالكتلة احتيبها متمركزة تمام? وبيبقى زي ما البلبس. والدكتور ركز على النقطة ديها ان هو الميل بيبقى انما الفيميل بيبقى دستا. يبقى الميل والفي ميل بيبقى دستا. وكتنجي امسك يوم. تمام? والصورة ديت هتروضح معك اكتر. شايف انت الميل الميل عريض من قدام. تمام? اه في منطقة عريض من فوق اللي هي في منطقة ومنطقة ومنطقة فالكتلة متمركزة فوق. فلما الكتلة تبقى متمركزة فوق زي ما احنا قلنا القاعدة اللي احنا هنحتاجها لما تبقى بيروح فين? بيروح ناحية الكتلة كبيرة عشان يحافظ لها الاتزان. فبالتالي هيطلع لفوق. فحيبقى في مين? في الميل. انما في الفيميل بيبقى وبيبقى الميل. فبالتالي هينزل لتحت. تمام? يبقى احنا تقولنا اول حاجة عات اسرل في السي او جي تمام? ونتا جبير السي او جي بيبقى فوق. كلما وانتا صغير سي و جي بيبقى فوق كلما بتكبر بمنزل تحت السيكس او او والزندر. اه انتزيد bel بين Terminal مكاني تبقى متمركزة فوق فبالتالي ببقى فوق. في ميل بتاعك بيبقى ويبقى الميل ، فبالتالي سيو جي بيبقى تحت. تالي حاجة اتق forte علينا اللي احنا هكون نتكاليم كبينا كده. اللي هو بتاع بالنسبة لي انت دلوقتي ايه لك دخلتها في دخلتها في ده هيقصر على ومش هيقصر هنشوفها هوات يا عام. قال لك عام بتروح مش بس بتقصر ده هي بتمشي في اتجاه ده. ازاي عام اه مثال لو انت عملت انت هودت طلعته الفوق. تمام? فهيطلع معاه هيطلع معاه. اللي فوق في اتجاه طب لو انت يا عام عملت لو انت عملت انت كده رجعت ايدك وراه هو وراه الفوق. فبالتالي سيو جي حيتبحها تالت واحدة ديها هتفهمها في الصورة قدام. قال لك عام سيو جي وانت بتجري بيطلع قدامك كده بيطلع السن برا الجسم. تمام? وده بيحافظ على اتزانك اصلا ومش بيخليك تقعها. وهتفهم ديها في الصور الجاية ديها دلوقتي. قلنا اول حاجة انت دلوقتي عام كنت واقف سليم. تمام? روحت في هتلاقي طلع معك لفوق. شايفه وكان عند الخط المنقض ده. اه روحت يعني طلعت لفوق اهو اه اه او عملت اه سوريا عملت في عملت في الشولدر. تمام? فانت طلعت لفوق فالسيو جي تابعك لفوق. طب انت عملت اه عملت في فالسيو جي عمل ايه? تابعك لتحت. وانت بتجري بقى. شايف انت الاثليت ده وهو بيجري. بيطلع لفين? بينط برا الجسم بتاعه وبيطلع قدامه. تمام? اه هو بيعمل كده ليه? ده بيعمل كده عشان يساعدك ان انت تجري القدام اصلا. وبيمنعك ان انت تققع. ماشي. يبقى احنا اول حاجة بتأثر مين? اول حاجة كان بتأثر اللي هو تاني حاجة تالية حاجة كان رابح حاجة هتأثر معانا ايه يا عام? رابح حاجة هتأثر معانا انت تضيف وزن او تقلل وزن. انا كده يعمى متزن. انا واحد اضلت واقف او ماشي او قاعد انا عارف ان بتاعي متزن. طبعا انا زودت وزن. فالوزن ده هيعمل ايه? هيستفز وحيجري وورا الوزن ده. فاكر القادة اللي انا لستقيل لكن احنا هنحتاجها لو احنا عندنا اللي بيحصل بيجري في اتجاه مين? الجزء الكبير. بيجري في اتجاه الجزء اللي كتلته اكبر. فانت دلوقتي زودت كتلة. تمام? او نقصت كتلة. لو انت زودت كتلة. هيمشي في اتجاه الجزء اللي كتلته اكبر. طب لو انت نقصت كتلة. هيمشي في اتجاه الجزء مين? اللي كتلته اكبر برضو. يلا. قلنا اول حاجة بتاع الويت. يعني ايه بتاع الويت? انت شلت حاجة على صدرك من قدام? او شلت حاجة على صدرك من نور. طب ايه اللي انت ممكن تشيله على صدرك من قدام? كرشك يا جميع. يعني ممكن انت ايه? لو واحد عنده كرش هتلاقي عنده هتلاقي هو بينطبق على الحالة بتاعت الويت او الست الحامل. تمام? طول فترة الحامل. فهي اه ده لو انت اه ده طب اه لو انت شايل ابنك ورا مسلا. شايل الشنطة على ظهرك. شايل حاجة. تمام? طب لو انت بقى اول واحدة اللي هي قال لك عم بهوين ده الترنك. ايه اللي حصل? انت شيلت حاجة شيلت ويت ورا. فايه اللي حصل? انت زودت الكتلة ورا. فخليتي التوازن الطبيعي اللي كان موجود. فالسي او جي حيمشي في اتجاه مين? حيمشي في اتجاه اللي كتلته كبيرة. مين اللي بقى كتلته كبيرة اه في اتجاه ورا. فبالتالي عشان يعمل اه طب دلوقتي وانت شايل الشنطة الور. طب انت لو ما عوضتش بقى لو ما عملتش حركة اتعوض الاختلال في التوازن ده ما انت هتنكفي على ظهرك. فهتعمل ايه? فانت هتلين كده. هتقوم جاي اعمل ايه? او هتحرك بتاعك فورورد. هتتني جسمك لقدام. هتعمل بالترنك كده. تمام? عشان تمنع انت تقع. تاني حالة. اه عكسها بالزبط بقى. انت يا عم شايل حاجة قدام. شايل الشنطة قدام مسلا نعم. او الست الحامل. ايه اللي حصل? دلوقتي فيه كتلة يعني كنت متزن. بس فيه كتلة زيادة جات اه من قدام. فالسي او جي بيتبع فين? بيتبع المنطقة اللي فيها زيادة في الكتلة. فهيتحرك فين? هيتحرك فورورد. لقدام. طبعا دلوقتي الكتلة زالت قدام. والسي او جي اتحرك انتيريولي. لو انا ما عوضتش دلوقتي الحركة اللي حصل? هنكفي على وشي. فجسمي بيعمل حاجة اسمها. وسيلة لتعويض المشكلة اللي عندي ديت. عايز اتزن. فحايلين او حايموف باكورد او حيامل تمام? الصورة اللي جاي الصورة اللي قدام ديت مسلا. الصورة الرقم ايه? اه ده راجل كان واقف متزن. جاب ابنه ركب فوق اه اه جاب ابنه شاله فوق ظهره كده. اللي حصل? اللي حصل ان فيه كتلة زيادة اضافت على ظهره. تمام? او بستيريول. اللي حصل بقى مش قادر. هو كان متزن. بس اللي حصل فيه كتلة جديدة زادت. فحصل اه للويت. فالسي او جي تبع الكتلة زيادة. فرجع الورا. فدلوقت الشخص ده عمل ايه? عمل موف فورورد. اه تنى الجسمه او تنى قدام. عمل فورورد عمل فورورد عشان يكون بنسيت الخلل اللي حصل في البلانس والخلل اللي حصل في. اه رقم بيه ده شخص شال حاجة بس ناحية على كتف وكتف. لا اه في ايه اللي حصل? الكتف اللي شال فيه الحاجة دية الكتلة زادت فالسي او جي اتحرك ناحيته زي ما انت شايف في الصورة كده. فهو المفروض يميل بالناحية التانية. يعمل كده بالناحية التانية. تمام? عشان يكون بنسيت الميكانزم ده. او يكون بنسيت الويت اللي هو شاله. اه الفيميل ديت عامل ايه? شايلة الكتب قدام فالكتب اللي هي شاله قدام ديها التقيلة. فالكتب التقيل اللي هي شاله قدام ديها اتعامل ايه? زودت الماس او زودت الكتلة او زودت الوازن اه في اتجاه فحصل اه اه في حصل اهخ كان متزن بس انت دلوقتي اخليت التوازن اللي انت اضفت وازن جديد بيطبعه بيطبع للمنطقة الى بيطبع المنطقة اللي كتلتها اكبر. الكتلة اللي الوقت اكبر فين? اكبر انتيريلي. الويت اكبر انتيريلي. فالسيوجي هيتحرك انتيريلي. طب لو الست دي بتانيتها ماشية وما همهاش. هتقع فين? هتقع على وشها. فيها لازم تعمل كومانساترو ميكانيزم. وسيلة تعوضية. فحتلين باكورد. هتعمل كده. وديت هنلاحظها ودعم. شايف انت الشخص اللي شايلت السندودة نفس الميكانيزم اللي احنا شرحين. تمام? بنلاحظ اكتر الميكانيزم ده في حالات في حالة الولادة. في حالة الحامل. تمام? الست لما بتبقى حامل دي اك انها شايلة جنين. شايلة وزن جديد او وزن وزن اخل بالتوازن. اه شايلة. اه شايلة الجنين اه في اتجاه ايه? انتيريلي. فبالتالي هي كانت متوازنة من غير الجنين. كان الليفل كان كان سيوجي موجود عند الليفل بتاع اس اتنين. ده طبيعي. وكانت عارفة عايفة تتاقلم مع كده. طب ايه اللي حصل بقى? الجنين ده بدأ يجبر 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 في الوزن بتاعه بيجبر 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 ناحية تمام? ناحية انتيريور. فالماس حصل لها فلما حصل القتلة الاكبر بقت انتيريور ولا بستيريور? القتلة الاكبر بقت انتيريور لي. فبالتالي تابع القتلة الاجبر. فابتجه ناحية انتيريور لي. فلو الست ديات ما عملتش كومبنساتور ميكانيزم وسيلة طاعة وضية هتنكفي على وشها هي ماشي. هتنكفي على وشها هي وقفة. فبتقوم جاي عاملة لين باكورد. فهي بتتحرك الورا كده عملية مشكلة. وديات برضو حنتطرق اليها تاني في تيرم الجاينة. تيرم النسي. شايف انت اللامبر في تيربي ديت ايه اللي حصل فيها? حصل فيها اا اا اكستنشن. الاكستنشن ديات بنسميها اا زيادة عن الطبيعي. تمام? حصل انحناء في الزيادة عن الطبيعي. فده هيعمل لها بينه كلام كبير كده. وده باعدك احنا متعمل معاه كفذيكال سيربس. فديات من اهمية السي او جي. تمام. يبقى احنا قولنا اول حاجة ان احنا نضيف وزن. الوزن ده ممكن نضيفه الود ده ممكن نضيفه الورا. تمام? تاني حاجة بقى ان احنا نشيل وزن. اللي هو طب ازاي هنشيل وزن اصلا? لو واحد مسلا عمل حدسة او واحد مسلا كان عنده غير جاينة. او 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 او. واضطرنا ان احنا نقطع له اا جزء من اللمب بتاعه. تمام? ده من سمي امبيوتاشن. لما احنا منشيل جزء من اللمب. تمام? تمام? فاحنا بنشيل جزء من اللمب اللي حصل ما بقيتش ان Tra98 provide تساوي بقى في جو بقى في جو اللي هو جزء السليم ده كتلته كبيرة وقى الجزء اللي هو حصل له امبيوتاشن. حصل له باتريدة بقى كتلته صغيرة. السيقجي حايتبع مين؟ حايتبع اللي كتلته كبيرة اللي هو جزء طبيعي. وحيبعد عن مين? هيجري عن الجزء اللي احنا اه حصل له تمام? ده اللي احنا هنشوف اوه. قالك في حصل عملية اللي بيحصل بيهرب بيجري بيمشي ليه عام? عشان ده الكتلة بتاعته قلت فانا هروح ناحية الجزء اللي كتلة بتاعته كبيرة اللي هو السليم. تمام? لو حصل عند اللي هيحصل اللي حيتجه فين? هيتجه او تمام? احنا دلوقتي اه طب هو شخص هصل له هنسيبه كده? لأ احنا اه الحمده اه العلم تطور وبقى في وسائل حديثة بتساعدنا ان احنا نرجعه الى حد ما يتأقلم مع الاعاقة اللي عنده تمام? ويرجع يمشي تاني. فحنستخدم له طرف صناعي اللي هو بس ده لازم بقى فيه حاجتين مهمة. اول حاجة يبقى نفسه الطول نفس الطول بتاع اللي الجي التانية يعني هو نفس الطول بتاع اللي الجي تانية بحيس الرجلين يبقوا متساويين. تاني حاجة نفس الوزن بتاعه. زا سيم ويت. ليه يا عام زا سيم ويت? علشان نحافظ على في النص بالزبط اللي هو عند. ليه يا عام ده كله? علشان ما يحصلوش اي مشكلة. تمام? واحنا اخر خالص هنتكلم عن الجزء يا دي. تمام? طب احنا دلوقتي وصلنا وعرفنا اهمية السيوجي. مهمة جدا. تمام? طب احنا دلوقتي عايزين نحددها اه تحديد دقيق عشان مثلا لو حنجيب احنا لازم لازم تبقى متساوية عشان لو ما كايتش متساوية هتقدي الاعاقات وحتقدي لمشاكل في الاسباين والكوردو هتقدي لمشاكل في الجيتو هتقدي هتعمل له مشاكل كبيرة جدا. تمام? فاحنا عايزين نحددها بال بالصنطي. احنا الاول كنا حددناها بالوايم كده. دلوقتي هنحددها بالصنطي. تمام? دلوقتي عندها طرقتين. لو احنا عايزين نحدد للجسم كله دياب بقى معادلات وحاجات لوحدة. لو عايزين نحدد اللي استيجام انت واحدة جزء واحد من الجسم دياب برضو جدين يا تاني. ممكن نحددها معادلات رياضية او ندخله بقى نعود نوزنه ونعود نعمل له بقى حاجات كتير كده وبقى اجهزة كتير ملناش دعو بها. مش هنطرق لها في المحاضرة دي. بتعتمد عليه? بتعتمد على. هو بتاعه ولا ما ادهه لكش. تمام? لو ادك يبقى انت كده تبع بتاعت لو ما ادكش يبقى انت كده تبع بتاعت البالمر. تمام? هنبدأ باول حاجة لو ادك في المسألة والدكتور ركز او على المسألة ديت وقال حيجيب منها. ركز معي. تمام? لو هو ادك في المسألة يقال لك مسلا واحد ميل طوله مية وسبعين. او قال لك واحدة في ميل طولها كزا. اه شوف لي بقى ايه? شوف ده مكانه فين? او شوف ده بيبعد ادي ايه? من الهيل. تمام? في عندك معادلتين رياضيتين هتعوض فيهم. اول معادلة ديب بتاعت الفيميل. ايه هو المتغير لوحدة اللي قدامك? اللي هو ده بقى واحد مئة وسبعين واحد مئة وتمانين كزا. تمام? اللي بقى كله ثابت. خمسة وخمسة. ثابت بالنسبة لفيميل. خمسة وخمسين واربعة وربعين من مية عالمية. حتضرب فيه خمسة وخمسين واربعة واربين من مية عالمية. النتيجة للطلعة ديت. النتيجة للطلعة ديت هي عبارة عن ايه? يعبار عن البعد بتاع بس تركز او 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 في الحيتة ديت. من من القدم. يبقى ديبقى من القدم بتاعك. تمام? ووحدات القياس سنتيمتر. هتقيس لنا سنتيمتر. هتقيس لنا سنتيمتر. في الميل بقى. كل الاختلاف في الرقم ده. اللي هو بتختلف من شخص الثاني. تمام? همتكلم عن المعادلة ذات نفسها. يبقى هنضرب تطل بادي هايد فيه ستة وخمسين وتمنتاشر من مية على مين على مية. النتج اللي هيطلع برضو كل هايد بتاع السي او جي وركز جدا اللي هو من الهيل. من الهيل. ممكن يجيبها لك تمام? احنا زي ما احنا قلنا في ميل والميل. هيجيب لك رقم وانتتعاوض. زي مسلا المسال اللي تحت ده. هتقوم جاي ماسك المية وسبعين. المية وسبعين ديت الهايد بتاع الميل. فانت هتعاوض في المعادلة بتاعة الميل. مية وسبعين. هتسيبها سنتيمتر زي ما هي. احنا الوحدة تخيز في سنتيمتر. هتطلعها هنا سنتيمتر. اه او ماشي. يبقى هتبقى مية وسبعين في ستة وخمسين وتمنتاشر من مية على مية. النتيجة اللي هتطلع خمسة وتسعين وخمسة معاشر. والدكتور قال هيجيب اسئلة. ركزوا. تاني حاجة. تمام? لو هو مدكش فيه المسألة الجنس. مدكش السيكس. مهالكش ده راجل ولا ست. تمام? قال لك بس هو هو انسان عنده مية وسبعين سنتي. تمام بس? وتعامل انت. دي اسمها ايه? دي اسمها بالمر فورمولا. تمام? هتعمل ايه? هتجيب اللي هو ادهولك في المسألة. وتضربه في خمسة وخمسين وسبعة من عشرة. وتقسمها على مئية. بس هنا بتزود كام? زائد واحد واربعه من عشرة. الطول اللي هيطلع ده هو البعد بتاع من الهيل. واركز كمان مرة البعد من الهيل. تمام. طب احنا كنا دلوقتي درسنا وعرفنا ازاي نحدد وازاي نقيص ازاي نقيص بتاع بالنسبة لي طب احنا دلوقتي لو عنديها او عندنا مسلا اي جزء او عندها عايزين نحدد ايه? عايزين نحدد المنطقة اللي فيها المنطقة اللي عندها محصرة القوة بالساو صفر. المنطقة اللي بيتزن عندها مين? اللي بيتزن عندها الليمب ده. تمام? هنحددها ازاي? اه لو انتم تفكيرين من الاناتومي بتاع سنة الاولى في الجنرال اناتومي كان عندنا دي التأسيم دي كانت قابلتك قبل كده يعني. اول حاجة ايه هو ده? ده هو الجهاز الهيكل الطرفي اللي هو تمام? اهو. الابر ارم والفور ارم ابر ارم والفور ارم والهاند. واللور لينب عندنا مين? عندنا. وعندنا الليج وعندنا الفوت. تاني حاجة الاجزء اللي هو بقى الترانك والهيد والنك. تمام? احنا دلوقتي عايزين بقى خلاص بقى دي خاطوات المسألة. اول حاجة اول حاجة عايزين نحدد البروكسما الاند وقال لك عاما الديسا الاند. طبعا انا رفع من دي فيه جدولين قدام حيحدده هلنا. هنصبخ الاحداث سنة ونقول الحاجة مسلا. يعني احنا عمد لنا الارم بتاعة الارم مين? والديستال اند ده اه ده بتاع مين? ده بتاع الالبو. تمام? ده وده عشان بس اه ان فانتها هتقوم جاي جاي بالمزورة. تمام? تحط طرف منها عند والطرف التاني عند بتاع الالبو. ايه هو بتاع الالبو? ده ده المحور اللي بيسعى للحركات بتاع الالبو. ده وكده. تمام? هتقيس المسافة دي. طلعت ناتج. الناتج اللي انت طلعته ده بقى عندك معادلتين اتنين تعوض فيه. ايه هما المعادلتين دولة? اه هو لو قال لك في المسألة. حتلي او شوف لي اه اس للسي او جي من احنا عندها دلوقتي مين هي الديستال اند ديعت? اللي هي اه في المسال اللي اه عايزك تجيب لي اه بالنسبة ليه هتقوم جاي القيمة اللي انت انت القيمة اللي انت استهى هتضربها فيه اربعة لسبعة. طب لو قال لك لا اعمل عيسة من يبقى انت هتمسك المزورة بعد ما تطلع الناتج وتقيس من عند عشان تحضير له بتابعد ايه من هتعمل ايه? هتقيس نفس الطول اللي هو من عند وبعد كده نتيجة اللي هتطلقها هتضربها في تلاتة على سبعة والنتيجة اللي هتطلق ديعت هي المسافة التي تبعدها عن فانت ركز او في المسألة. هو طلبها منك الديستال اند ولا طلبها منك من الديستال اند. اركز في الكسور. طب انا بقى حارف الديستال اند من ايه? من الاناتوم الطبيعة بتاعنا. الارم مين هو بتاعه? اللي هو من هو الديستال اند? الاجزز بتاع الالبو. ده ايه ايه هو الاجزز? ده هو المحور اللي بتحصل على الحركات بتاعت الالبو جوينت. تمام? اه الفور ارم. البروكس البروكسية الفوربو. ديعت الحاجة القريبة. عندما اللي ل دي. فاكر انت عزيز تمام? هتمشي على كده حتى انك نازل. اول كده هتقابلك هي ديت هتحط المزورة عندها. ديت مين? ديت حتى انك نازل لحد فان? لحد بتاع اللي بيحصل عنده الحركات ماشي. الليك بقى? من هو بتاعها? بتاعة تمام? من هو ايه? 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 مش عارب انتو خطوها لسه. وانت نازل كده من عند ني. اه ناحية اول كده هتقابلها ناحية كده. اه هي ديت تمام. الفوت. اه الفوت بقى هنعمل هل هو كده وحنا طلعين لحد من التب بتاعت الفينجر. دي اه ده كان او من حاجة. ماشي. تاني حاجة هيจะ ايه? لازال عندها interesante. ايه هي ديت? احنا قفين عند تلليك طالع 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 ايدك حتنزل في حفر هي ديت تمام. اللي هي في النص مبتوين حتى النيك طالع فوق 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 فان هي الديستل ايه ديت هي طوب بتاعت الهد. تمام? مين هو? حاجة اسمها الكروش. ايه هو الكروش ده? ده هو بتوين تمام? يبقى اللي هي اللي هي اللي احنا استمحددينها من شوية. وركز بقى في المسألة وهو حيقوم جاي سألك اه حدد لي اه حدد لي اه بالنسبة للترانك اه بالنسبة لي انت هتبقى عارف ان ديها بالنسبة للترانك. تمام? اه ديت هي فانت هتعوض في المعادلة بتاعت تمام? المسائل سهلة بس انت هترجع لها مراتين تلاتة كده وكل حاجة تمام. اه اخر حاجة بقى عندها في المحاضرة ديت هي ايه? احنا دلوقتي عرفنا نحدد. طب ايه هي الفاليو? ايه هي القيمة اللي احنا هي الاستفاد منها لما حددنا اول حاجة واللي احنا كنا تكلمنا عنها فول سلايد مش ديت هي النقطة اللي عندها المحاصرة قوة بالساو صفر هي النقطة اساسا اللي بيبقى عندها التوازن اصلا. فانا دلوقتي الشخص بعد ما حصل له او حصل له دخل في عملية او اي حاجة بعدها بيبقى عنده مشكلة مشكلة في بتاعته بيبقى عنده مشاكل في بيبقى عنده مشاكل مسلا لو كان عنده مسلا ولا حاجة وعوضنا له بكده هيبقى صعب ان هو يرجع للمشية الطبيعية بتاعته او ان هو يقف طبيعي اصلا الا بتمرين كتير. التمرين ديت وظيفتها ان احنا نرجع له تاني ترجع انتيرو تو اس اتنين. فادية اه هي وظيفة ال سي او جي. تومين تين البلانس. سروق ال سي او جي اتس ليفل ديرنج الفيذيكال ثيرابي تريتمينت. شايف انت الثيراب اه الفيذيكال ثيرابي واقف حاطت ايده في النقطة اللي هي قريبة من السي او جي عشان ده لو جه يقع يقوم جاي يعمل له توازن في الاول هو مش عارف يقف هو مش عارف يقف على اللي هو الطرف الصناعي الجديد ده فهو بيحاول يعمل له ايه بيحاول يسبته كده. تمام? واحدة واحدة هو بيبعد عنه ولا حدا ما ايه? هو حلاص بقى بي اه اه بيرجع لمكانه الطبيعي وهو بيبدأ يحس برجل وحطتها فين? وبيبدأ اه يعرف يتعامل هو. تمام? ببقى ديت اول حاجة. اول حاجة اهم حاجة تمام? تاني حاجة احنا قلنا ايه? ديت اصلا بيحافظ لي طب انا دلوقتي انا ماشي. تمام? انا عايز اخلي اخليني وانا ماشي ده قريب من الجسم. طب ايه اللي عايز اخليه قريب من الجسم? علشان ما اعشي يا عمه كل ما كان قريب من الجسم كل اما انا زودتي التوازن بتاعي كل اما انا مش حقع. نما لما مسلا يبعد عن الجسم. لو ما قدرتش اعمل كومبنساتور وميكانيزم زي اللي احنا كنا بناخده من شوية. انا حقع على وشي. فوظيفة انه هو ينهانس ده واحد خارج من عملية. تمام? مش عارفين مش صاح. فانا فانا بادرس ده واحدده. علشان واحدة 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 ارجعه له تمام? وارجعه ان هو يبقى قريب من الجسم بتاعه. يبقى احنا اقول اول اهمية من اهمياته. تاني اهمية من اهمياته ان هو يقدر يمشي يقدر يمشي صح من غير ما يقع مثلا. ولا حاجة? عن طريق ان احنا نقرب من قال لك يا عم الجسم. تالت حاجة طب دورة الناس المرضى طب انا دلوقتي انا واحد اسليتي عن انا واحد كنت اسليت فانا بعمل حاجات اصلا الشخص الطبيب ما بيعملهاش. فانا عايز ازبط بتاعي عشان اعمل حرقات اه في الرياضة بتاعتي. تمام? انا مسلا بلعب انا بلعب تايكوندو او كونجفو. انا بلعب رياضات من اللي هي اعب برفع رجلي وبتحرك وبعمل. طب انا مش عايف احافز على من الجسم بتاعي ومش اه مش بعمل السليمة. حقق على وجه. تمام? فبالتالي دية بتساعدنا ان احنا نحدد بتاع بتاع الاتليت. تمام? ومش بس كده. بعد احنا بنحسنه كمان. عن طريق ان احنا نديه شوية تريكات كده. ونقول له اه انت هتعمل حركة الفلانية فانت تميل بجسمك اه بالزاوية الفلانية عشان تحافظ عشان تحافظ مسلا. وانت بتجري انت هتجري بالطريقة الفلانية مسلا. علشان ايه? علشان مسلا تقلل الاستهلاك الطاقة وتجري مسافة اطول وكده. تمام? اه رابعة اهمية من اهميات اه اللي فات ده بقى كان الجسم كله. للوقت بقى طب انا ليه بادرس بقى ان انا احدد بتاعت لمب واحد او بتاعت سجم انت واحدة. عشان لو حصل له لو حصل له مثلا تمام? واحنا جبنا له طرف صناعي نركبهوله. تمام? احنا عايزين بقى الطرف الصناعي ده يبقى زي ما احنا اتفقنا. نفس الطول ونفس الوزن. نفس الطول ونفس الوزن. ملائم. ملائم للمب. تمام? طب يا عم لو احنا جبنا له ده او الطرف الصناعي ده مش ملائم. الوزن بتاعه اكبر من الوزن بتاع اللي حصل. استيقو جي بيروح فين? بيروح ناحية الجزء اللي الوزن بتاعه او اللي كتلة بتاعته اكبر. فبالتالي استيقو جي حيروح اه حيروح ناحية اه حيروح في اتجاه تمام? طب ده اصلا احنا لما حصل في جزء اتشاله خلاص ده ده الانسان ده اللي حصله الباتر. في جزء تاني اللي فاضل في الجسم ده اسمه ده اسمه ده اسمه ده اسمه ده 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 اصلا بيبقى في سكار من تحت مكان القطع وبيبقى سمش حمل ان انا زود على الوزن تمام? فانا بقى لو زودت نحيطه هيزيد على الوزن. هيحصل عليه. فالوفرلود ده بقى وفي سكار وفي كلام من ده. فحيزود البيان. فانا علشان اتجنب كل الكلام ده كله صح? وحددها صح? علشان ارجحها المكانها الطبيعي. ولما اجيب الارتفيشيا الليمب ده او الطرف الصناعي اجيبه بنفس الوزن بتاع الرجل السليم. بس كده حلص. اه ومحاضرة دكتور رضا جميلة جدا. ودكتور رضا شرحه جميل جدا. احتروه في المحاضرة اسمها محاضرته. اتمنى اكون اه في تكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.